من أعظم جوانب العقل البشري وهي قدرته على تعرف الأنماط وعصفها بشكل ما ومن أصعب الأنماط اللي حاول علماء الفيزياء في أمها هي اطراب المواقع زي أن ليه لما المياه بتتضفق بشكل مستقيم بتتحول بعد كده لدوائر أو لدوامات وده اللي قدر الفنان العظيم فينسنت فانجوك تصوره قبل 60 سنة قبل الاكتشاف في لوحة ستاري نايف ليلة النجوم عام 1889 فينسنت يا صديقي بعد حدث أطوادنه دخل مسحة لعلاج النفسي في جنوب فرنسا رعاته النفسية قاعد في غرفته ومن خلف شباكه قدر يرسم ستاري نايت اللوحة اللي كانت بتحكي أن فانجوك هيموت قريب جدا خليني أقولك يا صديقي أن اعتماد فينسنت على إضاءة النجوم وجراءة الألوان والتراب السحاب والهوى في النص اللي فوق من اللوحة كان بيشرح حالته النفسية جدا من الطاقة السلبية واللي التراب النفسي اللي كان بيعاني منه